ندد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفتس بالهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على المملكة جاء ذلك في إحاطته بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن وأعرب جريفتس عن ذهوله من إصدار الحوثيين أحكام إعدام على معتقلين وطالب الميليشيا باحترام الأصول والقوانين التي ترعى الأسرى والمعتقلين من جهته قال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن ميليشيا الحوثي تمنع فرق الأمم المتحدة من أداء مهامها لافتا إلى أن تمويل عمليات الاستجابة الإنسانية من قبل المملكة والأمم المتحدة أنقذ حياة الملايين